المترجم للقناة ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحاب الإيمان مزنا مع السيرة العاطرة دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحنا كنا نحتفل بالموليد النبوي الشريف والاحتفال لأن بالموليد النبوي الشريف ليس بدعة أبدا بل عدم الاحتفال هو البدعة ماذا نقصد بالاحتفال إحياء هذه الذكرى كيف نحييها بالصلاة على رسول الله بمدح رسول الله بالاجتماع لمدحه وذكر الله تبارك وتعالى والصلاة عليه ومدارسة سيرته وهذا الشريف اللي كان عندنا في المساجد دينا يا أحصرها وكنت من الأمور تبقى وترجع أكثر من اللي كانت كان عقله إحنا في الحي دينا المساجد المساجد متقاربة الضوء الضوء كنا كنزوق والصوامة كنت كتزوق الصوامة كنت كتزوق بالضوء وخلال الأسبوع دينا الموليد كيكون الجماع للذكر قراءة القرآن بعدها صلاة المغرب كان نقرأ القرآن ويبدأ المدح ثم تبدأ مدارسة السيرة انطلقا من همزية الإمام بوصيري وبعدها اخترت كنو كان قرأ الشفال القاضي عياض ولكن في الغالب الأعم أنا اللي حضرت له هو مدارسة همزية الإمام بوصيري وفي هذه الأمزية هذه والتي هي في مدح خير البرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام عن سيرة المصطفى من ولادته إلى التحاقه بالرفق بالرفق الأعلى كي بدأ لإمام بوصيري رحمه الله تعالى بقوله كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء وكي اختما بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وثناء قدمت بين يدينا جوايا إذ لم يكن لديا ثراء ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها الأشياء وفيها مواقف عظيمة وجليلة جدا يعني المراحل للسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان توقف عندها مولده رضاعته زواجه ثم بعتته ثم معانته مع كفار قريش ثم هجرته ثم الغزوات ثم ذكر الصحابة ثم ذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن القرآن المحاججة مع اليهود ومع النصارى كلام كبير جدا ولهذا عدد من الناس لا يعرفوا ما يبزيه وكيف يبدو يدويه فيها علم كثير وعلم جليل أنا اليوم بغي نتكلم على واحد كيفاش نعبره على الحب دينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه لأنه نبينا ورسولنا لأنه بواسطته أنقذنا الله من النار ولأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلنا إلى الله حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلعتنا التي نعرضها أمام الله ولكن كيف كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم نحبه بقلوبنا ونظهر ذلك ونعلنه بألسنتنا ونعلنه انتماءنا لأمته وإيماننا به نبيا رسولا خاتما نحب النبي صلى الله عليه وسلم فنمدحه بما يليق به مقامه ذلك المقام ديناه التبير سواء المقام ديناه على الأرض أو المقام ديناه في السماء المقام ديناه على الأرض بان من البعتة ديناه وبان كما قلنا في إحدى الحلقات لما هز ذلك الحاجة الأسود احطوا بلستيبان بأن السيدة ثم من بعتته ومقامه في السماء حين وقف في مكان وقف في مكان لم يقف فيه أحد من الخلق بلغ ما كان يملغه أحد من الخلق وما بعد السيدرة المنتهى ما بعد السيدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج ف هذا المقام دي النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصه بالله تبارك وتعالى وهو يعني في الدنيا وعلى الأرض وفي السماء وثم صلاته بالأنبياء ثم مقامه غدا يوم القيامة الشفع العظمى فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو دليلنا إلى الله ويعني وسيلتنا إلى الله تبارك وتعالى ونحب النبي صلى الله عليه وسلم فانتبعه انتبعه لأن دليل الحب والتباء دليل الحب والتباء ننصره نعذره لا نسمح بالتطول على جنابه ولا نحضر مكان ما نحضره شي مكان شي واحد يتطاول ويطلق لسانه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم ولكن هم يتحدثون عن شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا شنو الجواب لنا لهذه الناس جواب لنا هو أن نعلن حبنا بالتزامنا بسرنا وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم سواء في علاقتنا بربنا فنحافظ على صلواتنا ونكتر من ذكرنا لربنا ونستحضر مراقبة الله لنا نحاول أن نقتدي برسول الله سلم في هذا الأمر هذا يعني في الصلاة في الدكر في المناجاة في الدعاء نحاول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الأغنياء ليردها الفقراء وكان يصوم كثير الصوم وكان قتدي به في الخيرات وفق المنهج دياله هو باشي وفق المناجاة يبغي نحن على شك نقراد الأضراء باش ما نمشوش عاوتاني لتشدود لأنش يوحدين جاوا واحد ثلاثة للناس جاوا كيسولوا الزوجات ديالنبي الأزواج ديالنبي العياد ديالنبي صلى الله عليه وسلم بتا يقولوا لو دي سيسولوا كيفاش كي عبد النبي صلى الله عليه وسلم العبادة يديروا كيفاش ديرها يلو لمو ديرها كيسولي وكي نعس وكيسو وكيفطر ومزوج كي عشر الزوجات ديالو وكيقاعد معاهم كيعطيهم الوقت وعنده صحابه وعنده الأصدقاء ديالو يعني كيعيش حياته قالوا الخرين ويلي وهذا الشي اللي كي دير النبي قليل ثم راجعوا أنفسهم قالوا ادي هذا النبي غفر الله لو ما تقدم من دربيه وما تأخر احنا إلا بغنا نوصله لمقام ديالو خسنا نديره كتار من داك شي فواحد فيهم قال اما أنا فأصلي ولا أنا أنا نصلي من نعش والتاني قال اما أنا فأصم ولا أفطر أنا نصم ومن فطرش يعني الظهر كله العام كله وقال الثالث انا ما نتزوش قال عيالة تعطيهم التساء هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الخبارة عيت عليهم قل لي ومش لتم اللي قلتوا قلتوا كده وكده وكده انتا قلتي وانتا كده قالوا ياه قل لي ومشوفوا أنا رأكتر منكم في التقوى أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له أنا كان أعرف الله كتار منكم وأنا أشدكم تقوى لله تبارك وتعالى ولكني أصلي وأنا وأصم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني بمعنى اللي مبغاش يمشي في طريق دي رغب عن عن سنتي فليس مني ماشي مني السنة دي لي هي هدي كان صلي وقت صلى كان قم جزء من الليل عندي الزوجات دي اللي كان قاعد معهم كان عاشرهم وعاشرة الأزواج عندي الصحابة فيهم أصدقاء دي اللي كان قاعد معهم كان عندي الجيران دي اللي كان سوول فيهم كان صوم كان زكيل يعني البيت المال وهكذا الأمور ثم العلاقة دي مع ولدتي مع الزوجات دي مع مع نسابي وكان خرج للسوق وكان بيع وكان شري أنا أتقاكم لله أنا كان أعرف الله كتار منكم وأتقاكم لأن أنا أشدكم خوفا من الله صитحة 발 Angelica لأن Yuya أعرفه ولكن اللي بغا اخرج على هدل منهج واحد قال لي كان نصليه ما نعاش الوكامل واحد قال لي كان نصوم العام كامل واحد قال لي كان من زوجة نزاء قال له الله قال له من الله هذا ليش هذا راحنا في هدل حيات خلقنا الله باش نعيش وفق منهجه الله إذن إذن كنا نحب رسول الله صلى الله سلم غال ما شوف النمنهج دياله أقول نشوف المنهج دياله نصلconnect كما كان يصلي علمناك كيفاش نصليه صلوه كما رأيتم ونصلي انتعاملوا مع الزوجات دينا كما كان يتعامل في البيت دياله مع ولداته انتعاملوا مع الجيرين كما كان يتعامل مع الجيرة انتعاملوا مع الأعداء ديانك كما كان يتعامل مع الأعداء دياله بالأداب والأخلاق انتعاملوا مع الأصدقاء دي كما كان يتعاملوا مع الأصدقاء دي كل واحده ومقامه وتعاملوا مع المؤمنين جميعا كما كان يتعاملوا مع المؤمنين لأنه هو الأسوة لأنه هو القدوة لأنه إذن فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أهم علامة الحب والإتباع إتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نتبعه المنهج لله تبارك وتعالى وليه هذا قائد تعالى قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قول يا محمد للمؤمنين إلا كنتم كتبغيوا الله كتحبوا الله كنتم تحبون الله لأن دليل حب الله حب رسول الله بمعنى كنتم تحبون الله وتحبون رسول الله الذي يحبه ودليل على حب الله فاتبعوني الاتباع ودليل المحبة يحببكم الله إلا تبعتوني وشتفون نجيل ربي قد يحبكم غيب غيكم ويغفر لكم دنوبكم كي يغفر الدنوب كي يسترها كي يستر الدنوب كي يغفرها يسترها ويعفو كي يمحيها إذن هذا هذا أدوه دليل الحب هذا أدوه دليل محبا اتباه سيروا وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كما قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي واحد لمقام كبير جدا كي يستغرب الإنسان أنه كي يدوز عليه النهار ما صلاش على النبي وإحنا في الحياة دينا ومنه كنا نقرأه ومنه كنا نقرأه ومنه كنا نقرأه للجامعة لا يمر علينا اليوم دون أن نصلي على النبي الشيء ديك الصلاة لما كنا نصليه وندعيه وندعيه جماعة لا يمر علينا اليوم دون أن نصليه إذا كنا نحضره للصلاوات الخمس يوميا خمسات المرات في الجامعة ونصليه ديك الصلاة الجماعية كنا نصليه خمسات المرات هذا أقل شيء وخليه لا كنت يبوحدك لا تصلي على النبي يعني تديره من دمني الورد من دمني الورد ديالك والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفاش هذا بغدين نعرفه بعد الفاصل فتابعونا برنامج تلفزيوني تعليمي خاص ببرنامج محو الأمية لتتشرف وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية على الإعداد ديال وكتقدموه على القناة السادسة لكافة المواطنين اللي مصبقش لهم لتحقوا بالمدرسة أو لنقضعوا لها في سن مبكرة وفي جميع حلقات هذا البرنامج هذي ندرسو ثلاثة ديال مواد المادة الأولى هي مادة القراءة والكتابة والمادة الثانية هي مادة القرآن الكريم والمادة الثالثة هي مادة الحساب كل مادة كتكمل الأخرى باش تنميوا المعارف ديالكم وتنفعوا بها في حياتكم اليومية وباش نعزوا القيم النبيلة في المجتمع ديالنا عودنا والعودة أحمد رجعون كما يقول السادة من العلماء قلنا بأن من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بأننا كنا نعيشوا يعني في المساجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومياً طلبتوا kindness واي اجتبوا حتى أقول زاوية UM صلاتها على النبي صلى الله عليه وسلم من المآذة كاذبك كنت قرأه الحزب Bi- hem وبعد قراءة الحزب صلوي على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الدعا لها كان قول بعض الصلاة كان قل كي يكون��ط درس لما يختم الفقه كان صلوي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة بالحمد لله وصلاة عن النبي يختموا بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جلسوا الجلسة دي كان قرأوا دلاء الخيرات دلاء الخيرات واش من خيرات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الصياق يعني أسلوب عظيم جدا رائع في دار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في عيدة كله وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الله سبحانه وتعالى والملائكة دلوك يصلوا على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه والملائكة أيضا تصل على النبي ثناء عليه ونحن يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الدعاء وثناء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا فِعَلْ أَمْرَ وَالْخِطَبَ الْلَمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي مَّا كُنْتُوا فَإِيْ زَمَنِي مَّا كَنْتُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ رَبًّا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نسألك يا مولانا أن تغفر بها دنوبنا وتستير بها عيوبنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا يرحم الرحم من الله وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه فقال إذا صليتم عليه فقولوا اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم في العالمين أنك حميد المجيد ونحن نقول امتتالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحضارا لمقامه اللهم صل على سيدنا محمد فنسيده لأنه في مقام السيادة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد به لما كان يقولوا سيدنا محمد كان عرفوا بالله هو سيدنا محمد رأس أولو الله ولكن محمد أي محمد آخر من الأسماء وهو اسمون يعني المسلمون ارتبطوا به فسموا به أبناءهم محمد وأحمد ومحمود ونحن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك عمد المجيد والنبي صلى الله عليه حتى نعلى الصلاة عليه قال لك من صلى علي مرة واحدة صلى الله بها علي عشر صليت على النبي مرة واحدة يصلي عليك عشراء سيد ربيك يصلي عليك عشراء دل مرات ومن صلى عليها عشرا صلى الله بيه عليها مئة من صلى عن النبي صلى الله عشرة دل مرات كي يصلي الله عليه بديك صلى عشرة مئات مرة ولي صلى عن النبي مئات مرة سيد ربي كي يصلي عليه بديك صلى آلف مرة ولي صلى عن النبي آلف مرة سيد ربي كي يصلي عليه بديك صلى لي صلى على النبي هو عشر آف براء وهكذا وليعدها كان الناس يسارعون في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوها في الحياة ديالهم دخلوها ولا جزء من الحياة من الحياة دينا حتى نصليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عبادتنا لما كان في الصلاة دينا كنصلى على النبي بعد تشهد في الأخير كنصلى على نبي الله وما صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعد الصلاة كندعيه كنصلى جماعة الجمعة كي تز والملائكة تفرح والكون يفرح وكنصليه على السيد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة الحزب الراتب بعد سلاة المرب وصلاة الفجر كنصليه على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نبي ذلك ولما يتذكر سيد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان كان صلى الله عليه غير قال رسول الله نقوله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قال محمد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صليه على النبي صلى الله عليه وسلم كان صليه على النبي في الأفراح دينا اني كان نخرجه بالعريس والعروسة كان نصليه عن النبي الرجال كان يصليه عن النبي العيالات كان يصليه عن النبي المجمع كله كان يصليه عن النبي وفي حالة العقيقة والولادة كان يصليه عن النبي ولما كان شوفه حاجة زوينة كان يقوله صليه عن النبي ولما كان يكون مخاسمين مخاسمين يقوله واصليه عن النبي سكتنا الله حمك واصليه عن النبي واصليه عن النبي الله يرضي عليك بمعنى الرحمن المهدات صليه عن النبي أصلي عن دبي أسلي محمد صلي عليه في كل وقتين وحين أرى عن دبي صعد قال البخير البخير هو الذي من إذا دكرت عنده لم يصلي عليه لم تكن تتكرر بك يصلي ثم يكسل كان قوله بالليس ومني كان يكسب قال رسول الله من دير الصعد يكسب صلى الله عليه هو أسلم اكتبها لأن هناك اكتبها وعقلي كيقولها وفمي كيقولها والداخل ديالي كيقولها ولم اكتبتها شيئا ديكسادة شنو معنيتها أو لصل عم لا صلي اكتبها اكتبها صلي على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم السلام الكثير اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صلاتك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحق الله القائم لماذا أمر اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا الصلاة عن النبي واحد الغني ما كبرها ولكن نغفول عنها نغفول عنها فصلوا على رسول الله لإمام البوصة يري رحمه الله تعالى لبدال الهمزية دياله بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترقى رقية كالأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساوك في علاك وقد حال سنا منهم دونك وسناء إنما متلوا صفاتك للناس كما متل النجوم بدأك تتكلم على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تصل إليه يعني الأنبياء لهم مقامهم كبير ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل مقام لماذا؟ مقام الله تبارك وتعالى مقامه فوق مقام الأنبياء تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض فهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وصاحب الشفاعة العظمى خصه الله بما لم يخص به غيره فكان يناديه في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول وكان ينادي الأنبياء بالإسماء يا موسى يا نوح يا صالح لما مصر يختم الهمزية دي predatorه بكلام طيب جميل 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 جدا فيه الصلاة على النبي بعد ما تكلم عن الموليد ليلة الموليدين بعد ما تكلم على الرضاعة وتكلم على الزواج وتكلم على البيعتة وتكلم على المعاناة مع المشركين وعلى لنا المشركين كيف عدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم على الهجرة دياله وتكلم على الحروب الغزوات لدار وتكلم على المعاناة مع الصحابة احتربهم والإسلام والإيمان وتكلم على فتح مكة وتكلم على الصحابة تكلم على القرآن تكلم على المجادلة مع أهل الكتاب تكلم على أهل البيت أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أيضا على المحبة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك العشق للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أسعفه الكلام ثم يختم بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه فسلام عليك تطرى من الله وتبقى به لك البأواء وسلام عليك منك فما غيرك منه لك السلام كفاء وسلام من كل ما خلق الله لتحيا بدكرك الأملاء وصلاة كالمسك تحمله مني شمال إليك أو نكباء وسلام على ضريحك تخضل به منه تربة وعساء وثناء قدمت بين يدي نجوايا إذ لم يكن لدي ثراء ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها الأشياء صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البراية وعلى صحبه الرضا والثناء بدأ بالسلام عن بصام من الله فسلام عليك من الله تطرى أي تتابع وسلام عليك منك أي سلام النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نفسه فما غيرك منه لك السلام كفاء المقام ديالك أنت تعرف مقامك وسلام من كل ما خلق الله قال لي خلق الله تبارك يسلم عليك لتحية بذكرك العمل وسلام على ضريحك تخضل به منه تربة وعساء وثناء قدمت بين يدي نجوايا يعني كان من يوصل القبر دياله كي يسلم عليه وكي يصلي عليه وتي بكي ثم يثني عليه قدمت بين يدي نجوايا لما كان طلب الله وكان دعيه قبل ما كان بدأ كان حمد الله وكان صلي على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عادي كان بين يدي نجوايا إذ لم يكن لدي يترعوا ما أقام الصلاة في كل وقت وسلم عليك في كل وقت وأتنع عليك في كل وقت ما أقام الصلاة من عبد الله كل من عبد الله وقامت بربها الأشياء اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم وحمد الله وبركاته